مراجعة مرحبا 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 تلحا حبيبي طلبت وطالبات صف الاول والتاني والتالت الاعدادي طبعا النهاردة انا جاية كلمكم على حاجة مهمة جدا الحاجة دي هي ان احنا ان شاء الله حندرس منهجنا بالكامل على القناة دي وان شاء الله هتكون بقدر الامكان في حصص منتظمة بس تعالوا نبدأ النهاردة مراجعة خفيفة كده قبل ما ندخل المنهج بتاعنا طبعا المراجعة دي لأولى والتانية والتالتة اعدادي هنبتديها من الاول خالص عشان محدش يقول لي الكلام ده انا مخدتوش قبل كده ولا اعرفه قبل كده المراجعة دي هتستفيد فيها كتير جدا لانك هتعرف اساسيات لازم تمشي عليها خلال دراستك من اول اعدادي من اول اول اعدادي لغير تالتة سنوي ان شاء الله لانها هتكون بتشمل اساسيات مهمة جدا فيه الجرامر وده بيمثل عقدة لكتير من الناس يلا نشوف هناخد ايه المراجعة دي شكل ما قلت الاولى وتانية وتالتة اعدادي قبل ما نبتدي المنهج ان شاء الله لو انت في اولى وفي تانية وبتالت اعدادي يلا بسرعة انزل واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات ان شاء الله واللي من خلالها هتقدر تدرس منهجك بالكامل وان شاء الله كل ده هيكون تعالوا نبتدي مراجعتنا النهاردة من الاول خالص ومن البداية من اول تكوين الجملة هاو اي كام فورماس سنتنس ان انجليش ازاي يقدر اكون جملة في اللغة الانجليزية شكل ما احنا عارفين ان اي لغة بتتكون من حروف وبعدين من الحروف بكون كلمات ومن الكلمات بكون جمل طيب يا ترى هل الجملة في العربي شكل الجملة في الانجليزي هقول لك لا طبعا الجملة في العربي مختلفة تماما عن الجملة في الانجليزي لان الجملة في العربي مبتدأ وخبر الجملة في العربي لو بدأ بفعلي تبقى جملة فعلية لو بدأ باسم تبقى جملة اسمية طب هالي الكلام ده موجود في الانجليزي هقول لك لا طبعا الجملة في الانجليزي بتتكون من حاجة اسمها subject وده بسميه الفعل وبعدين الverb وده بسميه الفعل وبعد كده بتيجي حاجة اسمها ودي تكملة الجملة يعني عشان اقول ان هي جملة في الانجليزي لازم يكون فيها فاعل ولازم يكون فيها فعل ممكن تيجي او ممكن ما تيجيش وده والاختلاف اللحظه في الفرق بين تكوين الجملة في العربي وتكوين الجملة في الانجليزي يعني مفيش جملة في الانجليزي ابدا حتيمش من غير فعل لكن في العربي احنا عندنا ممكن الجملة بتبقى مبتدأ وخضر ومفيش فعل يعني لما اقول احمد طويل بالعربي دي جملة لكن في الانجليزي ما ينفحش اقول احمد طول فهاش اقول احمد طول لان هنا حلاقي احمد اسمه عندنا طول صفة وما فيش فعل فبالتالي ما ينفحش اقول على دي جملة لكن عشان اقول الجملة دي في الانجليزي فلازم حكوم بالمنظر به احمد از طول احمد از طول يبقى انا هنا جبت الفعلي بتاعي هو verb to be is عشان اقول عليها جملة اما لو احمد طول عمري ابدا ما اقول عليها جملة هيبقى ازا اي جملة انجليزي لازم يكون اول ها subject وبعد كده verb وبعد كده complement تعال نشوف اول حاجة في الجملة بتاعتنا انجليزي هو subject subject الفعلي انجليزي بيكون حاجة من البنين هي اما noun يعني اسمي اما pronoun يعني ضمير طب تعال انا يمسك حاجة حاجة اول حاجة طبعا هو noun الاسم 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 الانجليز شكل بالضبط الاسم الاسم الاربك في العربي يعني it's the name of people animals and things يعني لما جقول علي داناون لما جقول teacher داناون لما جقول doctor داناون لما جقول desk داناون لما جقول tree داناون لما جقول window داناون لما جقول door داناون noun او ان يكون pronoun وهنا مش اي pronoun بقول عليه subject لانه لازم يكون subject pronoun he she it we they you and i for example على سبيل المثال لما جقول لك he is a doctor يعني هو doctor when i say where is the subject فين الفعل بتاعي you must say it's noun or pronoun you must say it's a تايب لو خدنا مسال تانى والقملة دي رامي teaches english رامي teaches english لما اقول لك where is the subject فين الفعل بتاعي اكيد هتقول لي رامي when i ask you noun or pronoun you must say it's a noun when i say lions eat meat لما جقول لك اليوسوب بتاكل لحمة when i ask you where is the subject you must say it's a noun when i say they watch tv every day هم بيشاتوا تلفزيون يوميا. تعال نشوف الجزء الثاني من الجملة معنا وهو الفعل. وهنا لازم اخلي بالي ان فعل الجملة بيجي يعني بعد الفعل مباشرة. طيب قال لي ان فعل الجملة ده ممكن يكون يعني فعل واحد فقط لغير في الجملة وده بقول عليه ماين فيرب. ماين فيرب. اذا ما بقول عليه انه فعل اساسي. ليه فعل اساسي? لانه جاي لوحد في الجملة ما اقدرش اشيله. يعني لما اجا اقول لك كاربينترز ميك تشيرز. كاربينترز ميك تشيرز. وانا اسكوا فين الفعل اكيد هتقول لي كاربينترز. النجارين طيب ناون اكيد هتقول لي ناون. طيب الفعل هنا هو كلمة ميك يعني ميك يصنع. طيب يطرى في فعل تاني يعني هل تشيرز دي فعل هقول لك لقى تشيرز دي ناون فبالتالي ما فيش غير فعل واحدين هو كلمة ميك فبالتالي بقول على ميك ده مين فيرب يعني فعل اساسي. الحالة التانية هو اني هلاقي فعلين اتنين في الجملة يعني جملة فيها فعلين قال لي ايوة طبعا جملة فيها فعلين. طيب لو في فعلين في الجملة قال لي با اذا واحد فيهم يعني فعل مساعد والتاني يعني فعل اساسي طيب مين اللي بيجي الاول هقول لك اللي بيجي الاول هو هو وبعد كده بيجي يعني لما اقول لك رامي اس بلايين فوتبول رامي اس بلايين فوتبول طيب اللي بيجي الاول لما اتسألك الفعل قليل رامي لي لان رامي هنا هو النهون اللي جاي في الاول فبالتالي بقول عليه السبژيكت طيب الفعل بتاعي حالي اس بلايين اس بلايين اس بلايين اس بلايين ده فعل مقام من فعلين اتنين. اس بلايين so when I ask you where's the helping verb الفعل مساعد لازم تقول لي اس لانه ده لي جاي الاول والفعل الاساسي بتاعها والمين هو هو لانه هو ده لي جاي التاني البرى اذا لو اكتمع فعلين في الجملة يبقى واحد فيهم مساعد والتاني أساسي واحد helping والتاني main طيب لو لقيت ثلاث أفعال في الجملة قالي لو لقيت ثلاث أفعال في الجملة حاليا إن هي هي نفس الفكرة أي جملة in English ما فيهاش غير main verb واحد يعني فعل أساسي واحد فأي أفعال جاية ما أقول عليها أن هي helping يعني أفعال مساعدة يعني هو بيشاهد التلفزيون بقاله ثلاث ساعات الفعل بتاعي هو هي وده طيب بعد كده علي هز بن واتشينج هو ده الفعل بتاعي وأنا ما بقولكش هو في زمن إيه ولكن حاليا هنا ثلاث أفعال طيب لما اسألك فين الفعل الأساسي لازم حتقول إن هو لأنه ده الفعل اللي جاي في الآخر طيب مال فين الأفعال المساعدة أكيد هتقول لي هز ان بن طيب مال فور ثري أورز حقول لك ده الكومبليمنت دي تكميلة بتاعت الجملة يبقى إذن الجملة بتاعتي بتكون من سبجيك فيرب أن كومبليمنت طيب يطرى الكومبليمنت لازم تكون موجودة حقول لك لا طبعا لأن ممكن الجملة بتاعتي تبقى سبجيك بس نحن بقى هنا هنا بتاكل هولك السبجيك بتاعي هو هنا والده نون والفعل بتاعه هو إذن يعني بتاكل هنا ما فيش كومبليمنت يعني ما فيش تكميلة جيد بعد إذن إذن فبالتالي بقول إن الجملة دي تكون من سبجيك وفور بس والفرب بتاعي لاحظ إذن 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 دي كانت مراجعة خفيفة لتكوين الجملة في الإنجليش يارب يكونوا استفدتوا thank you very much for watching استنونا إن شاء الله الحلقة الجاية في تكميلة المراجعة ودي قلنا لصف الأول والتاني والتالت الإعدادي don't forget like share subscribe and don't forget the bill شاني وصلك كل الحلقات إن شاء الله ولو لسه ما اشتركتش اشترك بسرعة إن شاء الله هنقدم كل المناهج للأول والتاني والتالت الإعدادي وده حيكون مجاني على القناة إن شاء الله جود باي سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة